اشتركوا في القناة الرياضيين على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة من أجل استمرار الجهود التي تحقق مزيدا من المنجزات في الرياضة البحرينية وقد اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على عرض موجز من رئيسي الناديين حول خطط وبرامج الناديين للمرحلة المقبلة منوها سموه بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تسهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو احراز المزيد من النجاحات التي تضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها وعززت من موقع مملكة البحرين على خارطة الرياضة القرية والدولية وقال سموه نقدر جهود نادي البسيتين في دعم المسيرة الرياضية آملين من الإدارة الجديدة الاستمرار في خدمة تطوير وارتقاء هذا القطاع ونشيد كذلك بجهود نادي أم الحصم ومتطلعين إلى زيادة الجهود في المرحلة القادمة متمنين سموه كل التوفيق والنجاح للناديين من جانبهما قدم رئيس نادي البسيتين سعادة السيد يحيى علي المجدمي ورئيس نادي أم الحصم سعادة الدكتور هشام عبد الرحمن بن علي الشكرة والتقدير إلى أسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على تفضل سموه بهذه الزيارة مؤكدين أن الزيارة تعكس التقدير الكبير الذي يليه سموه بجميع الجهات الرياضية مضيفين أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه على دعم الجهود بهدف تحقيق نهضة شاملة في القطاع الرياضي لإحراز مزيد من النجاحات معاهدين سموه للمضي قدما نحو مواصلة العضاء لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة البحرينية هنا تشرفنا اليوم بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد نجل ملكنا الله يحفظه في نار البسيتين واجتماعه بمجلس الإدارة وبجمهور نار البسيتين وطبعاً هذه شيء فخر لنار البسيتين كبداية في مجلس إدارتي الجديد وأتمنى إن شاء الله كل ما هو خير وبركة على هالبسيتين وعلى أعضاء نار البسيتين وعلى مجلس الإدارة وعلى نار البسيتين إن شاء الله وأكد لك إن كل شيء حسب ما أكد لنا سموه الشيخ خالد إن شاء الله الأمور بتكون أفضل وأحسن ومستمرار إن شاء الله بكل قوة يعني تشرفت اليوم عنوية أخواني أعضاء مجلس الإدارة بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد واللي التقى فيها بأخواننا أعضاء مجلس الإدارة وجلسنا في جلسة مثمرة نتأمل منها الكثير ناقشنا فيها عرضنا فيها على سموه احتياجات النادي لتمكينه من الاطلاع بدوره في خدمة هذا الوطن وشلون نقدر نعزز وصول النادي للوصول لمرحلة تستقطب فيه المستثمرين وتسهل عملية انتقال النادي إلى الشركات التجارية المساهمة تكلمنا فيها عن الأنشطة والفعاليات التي تقام في النادي وشلون نعزز فيها اللحم الوطنية وشلون نعزز فيها انتماء اللاعب والإداري والفني لهذا الوطن لتحقيق ما نصبوا إليه في الشعن الرياضي لمملكتنا الحبيبة ترجمة نانسي قنقر